وعقب الاستقبال أبدأت رئيسة المديرة العامة لشركة الأمريكية أكسيدونتال بيتروليوم فيكي هوليب استعداد المجموعات الطاقوية الثلاث لتوسيع استثماراتها بالجزائر في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المحروقات الجديد أنا هنا اليوم لأعلن أننا أمضينا اتفاق تمديد نشاطنا هنا بالجزائر مع شركائنا سونتراك أوني وطوتا الإنرجي نحن متحمسون لهذه الخطوة في المسار الذي يقودنا إلى تنمية طاقوية أكبر وزيادة في قيمة حصتنا في الجزائر للجزائر موارد طاقوية ضخمة والخطوات التي اتخذها وزير الطاقة في الفترة الماضية بما يتماشى وقونين المحروقات الجديدة مهمة جدا مما يجعل وطيرة التنمية أسرع بالجزائر أنا سعيدة لتواجدي هنا وأن أكون جزءا من هذه الشاركة وأود بهذه المناسبة أن أشكر كل الشركاء الجزائريين على التعاون الثنائي بين البلد